مازال حدثنا عن قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ الحقيقة يمكن هذه القمة تمثل أهمية كبيرة جدا لدول العالم خاصة دول القارة الأفريقية التي تعتبر من أكثر المناطق عرضة للتأثر وتغير المناخ في العالم خلينا نرى تفاصيل أكثر عن قمة المناخ إزاي نقدر نستفيد منها كقارة أفريقية من الدكتور أحمد عبد العاطي رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا الأفريقية لانتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وممثل أفريقيا ونائب رئيس مكتب اللجنة عالميا سبع الخير رحضيك يفعل لنا سبع الخير سبع الخير نحن نتحدث عن قمة المناخ كان عدة أسبوع عليها ومن قبلها كمان بفترة بحياة العالم كله يتحدث عن هذه القمة وكان مترقب لها عايزة أعرف من حضرتك الأهمية الفعلية المتعلقة بالمواطن مباشرة لو هنتكلم عن القارة الأفريقية وأنا أتحدث عن الاستفادة هنا الاستفادة الفعلية تمام أولا شكرا داوت حضرتكم صباح الخير لجهون المصري والتلفزيون المصري والحقيقة فتحية رائعة يعني حضرتك ودأتها كده إزاي المواطن يقدر يحس بأهمية هذا الحدث الكبير الموجود على أرض مصر ممثلا للقارة الأفريقية الحقيقة يعني حلينا أقول لحضرتك أن النهاردة إحنا كأفريقيا خلينا نتكلم بصفة أفريقيا أفريقيا لا تمثل أكثر من أربعة في المئة من إجبال الإنبعاثات في العالم وهي أكثر قارة متأثرة بهذه الإنبعاثات يعني الإنبعاثات اللي جاية من دول الصناعية الكبرى النهاردة إحنا منشوف في السواحل الإفريقية أعصير نشوف موجات جفاف نشوف تملح أراضي نشوف موجات جفاف شديدة جدا قدت إلى تصحر وقدت إلى فقد للتنوع البيولوجي وهجرة حتى للحيوانات بغض النظر عن الحدود الجغرافية ويمكن سبق قبل كده ذكرت في حديث سابق أن هذا الموضوع في غاية الأهمية لأنه كان حصل تقريبا في التمانينات يعني كان جفاف شديد جدا في منطقة جنوب أفريقيا وهجرت الحيوانات حتى من نميبيا إلى اتجاه جنوب أفريقيا وسببت مشاكل كبيرة جدا في مقل الأوراق نتبقاش متوقع أهمية النقطة دي تحديدا نتبقاش مستوعبة إيه اللي هيحصل بالضبط ونرجع بقى لإجابة سؤال سيادتك أن المواطن الأفريقي والمواطن المصري لازم لا يجب أن يعلم أن هذه المباحثات التي تم أو المفاوضات هي في غاية الأهمية لأنها تؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية هي تبحث في حل المشاكل التي توجههه النهاردة من نقص المورد الغذائية من ارتفاع درجات حرارة من البانديميك اللي هي الجائحات المرضية الموجودة من حتى العواصف الغبارية والرملية كل هذا داخل داخل إطار المفاوضات والتأقلم والتكيف مع هذه التغيرات مصر النهاردة بتحمل لواء القارة الأفريقية أولا وهي فرصة غير مسبوقة فرصة ذهبية وممكن سيادة الرئيس زي ما هنتكلم أكيد بعد كده يعني طرح موضوع مهم جدا وهو إزاي إحنا نحط أولوات القارة الأفريقية على جدول الأعمال وليل أول مرة تبقى موجودة حقيقة يعني شوف المبادرة حياة كريمة للقارة الأفريقية تمام مش بس المبادرة حياة كريمة الحقيقة ولكن في حاجة اسمها الحسابات بتاعة الخسائر والتهديدات صحيح أقبل حالك دي دائما حتى في جلاسكو حاولوا أن هم يحطوها على جدول الأعمال رفضوا تماما وأول مرة يعني ارتفعت الأصوات تم إسكاتها فورا من الدونرز ومن الدول الملحة لأن طبعا دي بتؤثر مباشرة على يعني التزامات الدول الأدبية والمادية وما ده مش مقبول النهاردة سيدة الرئيس يعني الحمد لله بزكاء المعهود قدر أنه هو يحط هذه النقطة على جدول أعمال مفاوضات كوب 27 والأول مرة يعني هذا الكوب يتميز إذا نجحنا في هذه النقطة فقط نحن نجاح غير مزموط للقرار نحن نتقلنا من فكرة التمويل عفوا يا أحمد من فكرة التمويل لفكرة البانلتيز أو التعويضات طبعا أكيد طبعا ما هو بدأنا على هذه النقطة تستطيع حديك تحسب الخسائر حديك تقدر يتحطي يعني احتياجاتك من التمويل لمشاريع التأقلم والتكيف حديك تقدر يتحطي يعني مشاريع كتيرة وتطلبي حضرتك في الحديث يعني ذكرت فكرة التأقلم والتكيف والتأقلم والتكيف هو يعني أحد البنود أو أحد نقدر نقول الأعمدة الرئيسية اللي موجودة في هذه النسخة وزي ما حياتك برده قلت هي نسخة استثنائية بشهادة الجميع لما له من مناقشات ونتائج ومخرجات ربما بدأت تؤتي بثمرها مبكرا نعم إيه هو التكيف يعني اللي بيسمعنا بيقولك ما إحنا عايشين وخلاص أنا تكيف أكتر من كده إحنا عايشين ومهما حصل من تغيرات إحنا قدين عايشين بس إيه هو التكيف اللي مقصود به هنا بصحة يعني هو ببساطة شديدة جدا عشان برضو المواطن أو المشاهد الكريم يكون معايا ويقدر يفهم مش عايزة خش دجوة يعني نطاق علمي زيادة عن اللزوم لكن الفكرة هي الفرق من المجتمعات الريزيليانس اللي عندها الريزيليانس اللي عندها قدرة على التكيف والتأقلم والمجتمعات البرنبل اللي هي حساسة لأي تغير في المناه أو أي ديزاستر أي كارثة يعني الفرق من دول الأولاني اللي هو الريزيليانس عنده إجراءات حاجة اسمها إجراءات استباقية يعني برامج ومشروعات وخطط قومية استباقية وهذه الخطط تأخذ في اعتبارها البعد الإقليمي والدولي يعني ما فيه شركات إقليمية ودولية وده اللي عندناه مصر للوقت ده لب الموضوع بقى بالضبط أنا سؤال عشان نعرف إيه اللي عملته مصر تمام وفيه خطط بتبقى يعني بعد يعني بعد حدوث الكارثة اللي هي أفتر يعني ودي بتكون علشان خاطر نعمل عملية التعافي إجراءات التعافي من الأزمة اللي كانت موجودة بينما الدول اللي هي أو اللي هي الحساسة أو الضعيفة أو الغير يعني جهزة أو النامية خلينا أقولها كده كمان كل دي الدول بتنتظر الحدث ثم يعني دائما دائما الإجراءات بتاعتها بتكون رد فعل وليس الإجراءات استباقية بالبلد كده بنقول الدول بتقدر البلعب لوقوعه وهي دي الدول اللي تعمل خطط استباقية بالضبط عن دهالة اتنين حضرتها استباقية ثم إجراءات التعافي بينما الدول الأخرى اللي هي أكثر عرضة للأثار السلبية هي التي ليس لديها خطط استباقية ولكن تنتظر الكارثة ثم تنظر فيه إجراءات التعافي ودي طبعا بكل أصحى الحساسة رهيبة جدا يعني ما لا يقول لحلك بلا يبدأ في الأول نجد أن المشاكل المطرقبة كبيرة جدا بينما في الدول اللي هي زي ما قلت حيك زي النهاردة الحمد لله رب العامين زي مصر النهاردة حدثك جاهز أنت حدثك جاهز لأي حدث جاهز بإي بقى يا دكتور يعني مصر دخلت هذه القمة تحديدا يعني مش مجرد بأفكار أو بخطوات تنفذ فيما بعد بالعكس لا إحنا دخلنا بزي بيقال كده بروتو تايب إحنا دخلين معنا بالفعل مشروعات خضراء دخلين بالفعل بمدينة شرم الشيخ اللي بتقام فيها فعاليات القمة بالفعل هي مدينة ذكية فإحنا دخلين بالفعل بنموذج حي نعم كل ده كان بيسبقوا أكيد خطوات كتير جدا ومشروعات كتير جدا وكان بيسبقوا حاجات كتير جدا نريد أن أعرف من حضرتك إزاي مصر استعدت إزاي مصر قدرت أنها تكون حضرة في هذه القمة بأنها نموذج يقدر يصدر لو نتكلم كمان للدول الأفريقية اللي أصلا يعني خلينا نقولها بعيدة سنة حتى في مسألة البنية التحتية اللي تتحمل هذا التغير والتحول طبعا يعني هو حضرت برضو بتخديد البعد الوطني المصري هو البعد الوطني المصري يا فندم يعني نعكس على القرى الأفريقية بما أن مصر تتحدث بلسان القرى الأفريقية فلازم هي تكون نموذج للدول الأفريقية اللي لسه يمكن إحنا لو بصينا على حالنا من 8-9 سنين إحنا كنا فيه يعني نفس البعد ونفس المسافة ما كانش فيه بنا تحتية تقدر تتحمل هذا التغير كان عندنا مشكلات إحنا بنتكلم هنا يا فندم مش كنموذج وطني فقط لكن فكرة التصديره للقرى الأفريقية بما إحنا نتحدث بلسان القرى الأفريقية طب بص حالك بقى عشان خاطر نتكلم بشكل واسع جدا وسريع برضو عشان ما أخدش من وقت تحضر من وقتك أولا إذا نظرنا إلى الإجراءات اللي أخذتها مصر يعني من فترة طويلة يعني إحنا عندنا حالك الدليل التنمية المستدامة الأوصدر في مصر وعلى خلفية مبادرة رئاسية اسمها أتحضر للأخضر وعلى فكرة كلمة تتحضر للأخضر دي الناس فكرها أن أنا جيت رادي يعني أنا بقى جاهز أن أخضر لا لا خالص أتحضر يعني كون أكثر تحضرا أن تكون جميع إجراءاتك اللي بتخوزها سواء على النطاق الصناعي أو 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 تكون خضراء فتكون أكثر تحضرا فيه تعاملك مع البيئة يعني حتى اختيار اللفظ نفسه كان في منتاز ذكاء ولكن قد يكون الكثير ما ألخوش الضوء على هذا يعني هذا الدفينيشن أو اللفظ الحاجة التانية هو الدليل بتاع أو الاستراتيجية بتاع 20-50 بتاع التكيف للمناخ اللي هو حط فيه الاعتبار أن يكون المشروعات التي تدعمها الاستراتيجية المصرية أو الميزانية المصرية يكون فيها على الأقل 50% مشروعات خضراء تراعي البعد البيئي ثم بعد ذلك تطوير 20-30 علشان خاطر يبقى الانبعاثات بتاعتنا أقل من ذلك وش بس كده حديك ما قفت إيش على ده دخلت على قطاع تدوين المخلفات وبدأت تحطي حديك استراتيجية للتدوين المخلفات وحطيتي خطة طموحة أنك تنتجي حضرتك من المخلفات دي كمان طق اللي هو منسمي إحنا الاقتصاد الضوار وبعدين بصتي نظرة أبعد للأجيال القادمة فتعاونتي مع وزارة التربية والتعليم والجامعات المصرية وحطتي داخل المناهج تطوير للبعد البيئي داخل المناهج دي وعملت دورات تدريبية للمعلم لكي يكون جاهزا أنه هو فكرة التكامل ما بين كل أجهزة ومؤسسة لا بكلم على قطاع البيئة فقط تعالي بقى أحريك على قطاع المياه مثلا قطاع المياه حريك طورتي الري وطورتي المصارف وبطنتي ترعو مصارف عشان تقلل فقط شلتي النباتات اللي هي كانت عيمة على وش المياه واللي كانت نفقد منها كميات كبيرة من المياه عن طريق النطح أو البخرة عن طريق سطح الماء أو النطح من المتحدة قطاع الزراعة لسه سمعين سيد التوزير بيكلم على مبادرة فاست وإيه يعني يعني النتائج التي نتوقع أنها ترتب عليها إذن الدولة المصرية بالكامل تعمل فيه هارموني وتناسق وتناهم اللي بيها نقدر أن نكون جاهزين بهذا الشكل أن نقدم نموذج يحتزى لكن أهم من ذلك كله بقى نجي نبص حضرتك إزاي قدرت الدبلوماسية المصرية زي ما قلت النعمة أن هي تدعم جمع الأشقاء الأفرقى مع بعض يعني حصلت في كوب 15 في التصحش أنت عارف حالك دائما قارة الأفريقية نصين نص بيتكلم عربي أو جزء بيتكلم عربي ونص بيتكلم أو أكثر من النص شوية بيتكلم فرنش أو فرنسي وجزء الباقي بيتكلم إنجليسي ودائما لما تخش في القاعات تلاقي حالك كل واحد ينبري للغة بتاعته فالحقيقة أنا بشكر الزمنة في المغرب اللي هما تفهموا هذه المشكلة وقاضوا المجبوعة الفرنك فونيك إن هما يقربوا لوجهة النظر المصري إن إحنا لابد أن نتحدث نفس اللغة وننظر إلى الأهداف المشتركة وننحي جانبا يعني المعرة الخاصة بالكالتشر الاستقافة وبعد يبقى الفريق الأفريقي ده فريق تقيل جدا يعني يمكن أتقل فريق كان بفاوض في كوب 15 أنا واثق إن في كوب 27 الخارجية المصرية عامت نفس الموضوع لأن التناغم للفريق الأفريقي هو فعلا مصدر القوة وأعتقد الإنجازات اللي تحققت في كوب 15 بالذات بالنسبة للجفاف أكيد هيتم البناء عليها في كوب 27 خاصة إن الجفاف نفسه حالة حالجة من حالات غير ومناخ فيما يخص الملف اللي في نوع من أنواع التكامل والتضافر ما بين كل مؤسسات الدولة والإنجازات والمشروعات اللي حالك تحدثت عنها اللي كان لمصر فيها الرياضة تحديدا نقدر نقول إن ده هينعكس على إفريقيا وإفريقيا فعلا هتقود التنمية في القرى الإفريقية مصر تحديدا هتقود التنمية في القرى الإفريقية من خلال هذه المشروعات بالتأكيد لأن أولا أنا عايز دعني أقول لحضراتك حاجة إن مصر لديها الكثير من المبادرات حتى على مستوى الجيل الجديد عملاها مثلا جامعة إسكندرية بالتعاون مع مكتب الإسكندرية النهاردة نحن ندعم الجيل الجديد الأفريقي في الوقت نفسه نحن عندنا مشروعات كثيرة يمكن تسويقها على النطاق الإفريقي عندنا خبرات كثيرة جدا جدا وطنية يمكن أن ندعم بها الجانب الإفريقي والأشقاء الأفرق فيه فرص كثيرة جدا جدا للتعاون مع الجانب الإفريقي تؤثر بشكل إيجابي على مناخ القرى الإفريقية وتدعم الوجود المصري في القرى الإفريقية سواء في ملف الميا أو في ملف حزمة الشجرية أو حتى في ملف التعاون الزراعي والتجاري لمجابة الزراعي المناخية كل دي ملفات مفتوحة وفرص التعاون فيها كبيرة وغير محدودة طيب انترقى من هذه نقطة يا فندم واسمحي هتكون أنا أو هتكون يعني هتساءل بلسان حال المشاهد أنا مشاهد لوقتي بتفرج وبمتابع جيد جدا لقمة المناخ وبتساءل طيب مصر مسؤولة أو تتحدث بلسان القرى الأفريقية ومصر متقدمة بالفعل بمشروعات زي ما حضرتك ذكرت إزاي أقدر أنقل هذه الخبرة أو أنقل حتى المشروعات اللي أنا تقدمت بها أو الخطوات اللي عملتها ومتبهها كمصر للدور الأفريقية حضرتك قلت من خلال طبعا فرص مشاركة ونقل خبرات وما إلى ذلك لكن أنا لو هتكلم بخطوات فعلية وزي ما احنا تكلمنا وشوفنا بالفعل مشاركات أو شركات استراتيجية عفوا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومصر وما إلى ذلك إزاي بالفعل تقدر تنتقل هذه المشروعات والخدمات للدول الأفريقية انطلاقا من مصر تمام أولا لابد أن أعلم كميعا ويعلم المشاهد الكريم أن مصر زي ما بقولها دايما زي الشجرة الشجرة وريفة الزلال صحيح ولكن جزورها هي أفريقية ولا تستعي شجرة في العالم أنها تعيش بعيدا عن جزورها الحاجة الثانية أنه واجب على مصر الآن عارف حاليك بسببها الدول الأخلاقي الريادي اللي مصر ربنا حطها فيه يعني ما لكش حال تاني أن تحمل مصر الملف الإفريقي وأن تعد شراكات ومشروعات قبل للتطبيق تضعف الاعتبار فيها أولويات الدول المنحة والجهات المنحة على المستوى الإفريقي وتأخذ في الاعتبار طبعا الناشنال اولويات الوطنية وأن هذه المشروعات تكون يعني 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 عايزة أقول حالك أتراكتف يعني جاذبة جاذبة ويعني يعني تكون مرتبط ترتبط وثيق بأولويات الدول المنحة زي ما قلت وإيه الجهات التمويل إحنا عارفين أن الأفريقيا ما هيش برضو الناس بتبصيلها أنها قارة جماعة أفريقيا هي قارة صحيح ولكن داخل هذه القارة في تكتلات صحيح في شمال وفي جنوب وفي شرق وفي غرب وفي وسط ده غير التكتلات الاقتصادية ولما أفريقيا بيتكلموا بيتكلموا بالأولويات دي حتى إحنا داخل الاتفاقيات لما بنيجي نعمل لغة المصلحة مكاتب التفاوض لابد أن تكون هذه اللي بنسموها الريجنال زونز دي تبقى ممثلة يعني بقى ممثل الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط في التفاوض لأنه بتكلم باسم الدول بتوع الوسط الدول بتوع الشرق يعني كان فيه مكالمة تليفونية مليون السكرتريات اللي هو السكرتريات الأمم والتحد اللي مجرد حتى الصحر بيكلموني أنت مش شايف ما جت في بحاجة اسمها انتر جابرنمينتر ووركين جروب فور دراوت أو يعني مجموعة العمل الخاصة بالجفاف الخاصة بالأفريقيا وشارق أفريقيا مش ممثل شارق أفريقيا مش ممثل وده منطقة يعني يعني حسة جدا لمسألة الجفاف فذكرت ان ده تم برغبة الجانب الأفريقي كله يعني كان كل الإجراءات يعني عايزة أقول حراك ان هي حيادية تمن في الانتخابات يعني النهاردة احنا بنقود العالم في كوب 27 احنا في نفس الوقت عندنا احنا احد قادة العالم في التصحر النهاردة بالمنصب اللي أنا فيه لغاية 24 وفي نفس الوقت برضو احنا قادة أفريقيا فدي فرصة لاتعاود عندك اتفاقيتين وانا برجو يعني بوجه لإذا كان لي أن أقول هذا وانا أتجرأ إلى فخامة السيد الرئيس ان بعد ان شاء الله بإذن الله ما يتم يعني كوب 27 على خير أن فخامته يدعم تفعيل المبادرة اللي ساعدته تكرم وفخامته تكرم بإطلاقها في كوب 14 بتاع التنوع البيولوجي كان برضو في شرم الشيخ على خص بالتمويل الخاص بالتناغم أو التآذر بين السلاث اتفاقيات اللي منها هي التمويل وانه يرعى فخامته جمع ممثلي التلات اتفاقيات تحت أمبريلا واحدة تحت مظلة واحدة عشان يبقى حتى احنا فعلنا هذه المبادرة على المستوى الوطني طيب هصل برضو سؤال بلغة المشاهد زي ما يعني تعلمنا من زميلتي جمانة هل تغيرات المناخية هي أخطر ما يواجه الكوكب حاليا أو العالم حاليا يعني المشاهد بيتساءل أكيد في حاجات أكبر أو أخطر ربما ليست هي قمة المناخ أو التغيرات المناخية فرد حضرتك على ذا وهل استطاعت قمة شرم الشيخ كوب 27 أن تجذب أنظار العالم جميعا ويتكدفوا تجاه هذه القضية أولا بالنسبة للشق الأول من السؤال دعني أن أنا أترجط أو يعني يعني أستهدف ربك المنزل عشان خاطر بس هي برضو لها تأثير كبير صحيح لما بتجي يعني هي بتنزل النهاردة تشتري الخضر أو الفاكهة وتجد أن الكواليتي بتاعتها أو النوعية بتاعتها ما هيش النوعية المعتادة الجيدة الفاخرة اللي هي بتنتجها مصر هذا ليس عيبا في وزورة الزراع إطلاقا ولا عيبا في المزارع المصري إطلاقا هذا عيبا في التغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير جدا على الإنتاجية ونوعية الزراع نوعية المنتج الزراعي ومش بس كده جدها فترة كان حوالي سنة ونص كان حصل كده التماطم كان من بهدلة خالص من نوع من نوع الإنسكس أو الحشرات وما كانش فيه منجة مثلا دي كلها دي نتيجة للتغيرات المناخية بدأنا نشوف إحنا في خطاع الزراع حتى أمراض ما كانتش موجودة سائدة طول السنة بقت موجودة حشرات بقت غريبة جدا أن حالي تشوف أن الحشرات دي دورة حياتها ما بتنتهيش في المعاب بتاح بقت تمتد تقعد مثلا ثمان شهور وكانت بتأخذ زربع شهور فقط فبقت العملية محتاجة نظر مرة أخرى في موعيد الزراع نظر في الأصناف نظر في برامج المكافحة نظر في توزيع المحاصيل على مستوى مصر ومستوى أفريقيا وبدأت الناس تقول الله ده الأسعار ارتفعت الأسعار ارتفعت مش بس علشان خاطر الموضوع بتاع التغيرات اللي حصلة فيه اقتصادية والتحديات الاقتصادية العالمية الموجودة لا لكن كمان نتيجة لأن الكم المنتج من وحدة الأرض أصبح أقل من المعتاد نتيجة للتغيرات المناخية الحاصلة فبدأت الأسعار تزيد وبدأت الناس تقول لحضرتك ايه احنا عندي مشكلة انا ما عنيش فلوس كفاية عشان اشتري اللي انا عاوزه كل ده جاي من التغيرات المناخية الفقر جزء من التعديعيات الانسانية الاقتصادية الخاصة بتغيرهم لا وزي ما حضرتك قلت لدكتور يعني هضم صوتي صوت حضرتك وهوجه ندائي لربة البيت هو بالفعل يعني وإحنا بنتكلم ممكن احنا من زمان قوي بنقوم بفكرة اعادة التدوير لو ركزنا هنلاقي نحن نعمل موضوع اعادة تدوير من زمان قوي بواي الأكل من الزيهر الحيوانات اللي بعد كي نستخدم فضلاتها عشان السماد فبيتطلعين الارض والزراعة وما إلى ذلك لو هنرجع تاني لربة البيت برضو مجرد الحنفية اللي بتنقط شوية مياه صغيرين والجلدة اللي مش مظبوطة ده هدر كبير جدا فوق ما احنا متخيلين لمورد المياه فعلا كل حاجة بتبدأ من نفسنا آه لازم يكون فيه خطوات دولية كبيرة جدا وتحرق دولي كبير جدا لازم ده يكون موجود لكن ده أبدا أبدا ما يقللش من دورنا احنا كمواطنين خطوات بسيطة جدا على أي حال طبعا منشكر دكتور أحمد عبد العاطي رئيس لجنة العلم والسكنولوجيا الأفريقية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وممثل إفريقيا ونائب رئيس مكتب اللجنة عالمية نورتنا يا فاند بصبع الخير شكرا لك دكتور أحمد يعني نورتنا وأسعدتنا وأفتنا بهذه المعلومات شكرا لوجودك معنا في صبع الخير المصر